اهلا بحضراتكم من جديد مصطفى عسل لعبنا لعب الاسكواش في النادي الاهلي عمل انجاز كبير جدا اولا زي ما حضراتكم عارفين ان اللاعب عنده 19 سنة قرى بيتم ال 20 سنة دخل في بطولة العظماء التمانية وتحط في مجموعة الموت زي ما بيقولوا مجموعة جامدة جدا كان هو ومحمد الشرباجي وعلى فرج ومروان الشرباجي اتقاهل من مجموعته خسر من محمد الشرباجي 2-0 وكسب علي فرج وكسب مروان الشرباجي وبعد كده اتقاهل لعب دور طبعا علي فرج ده بطل العالم كسبوا 2-1 في مجموعته اتقاهل لقابل النهائي مع طارق مؤمن كسب طارق مؤمن 2-0 بيلعب دلوقتي النهائي مع محمد الشرباجي اللي كان فازع عليه محمد الشرباجي فازع على مصطفى عسل في المجموعة بتلاعب المطش دلوقتي او بتلاعب المطش دلوقتي جنبنا هنا ب6 اكتوبر في مول العرب اكيد هنقولكم عن نتيجة لو خلصت كل التوفيق لمصطفى عسل اصغر لاعب في التاريخ يشارك في هذه البطولة